إلى ذلك أجبرت ميليشيات الحوثي عقال الحارات بالتحشيد للجبهات من خلال تجهيز أربعة أشخاص من كل حارة في أمانة العاصمة وجاء في مذكرة تحت توقيع المدعو قناف المراني المعين من ميليشيات الحوثي وكيلا لأمانة العاصمة وحصلت اليمن اليوم على نسخة منها بالتوجيب بإلزام كل عاقل حارة بتجهيز أربعة أفراد للتدريبهم والزج بهم كالمعتاد في جبهتها المنهارة في ظل عزوف الكثير من رجال القبائل عن الدفع بأبنائهم إلى محارق الموت الخوثية